تكثف مختبرات الأبحاث وشركات الأدوية في مختلف الدول جهودها لتطوير علاج لفيروس كورونا المستجد ووفق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية غالباً ما تستغرق الموافقة على اعتماد دواء جديد في المتوسط 12 عاماً وتحتاج الشركات لثلاث سنوات ونصف السنة من الاختبارات المعملية قبل تقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء الاختبارات على البشر ثم يدخل الدواء ثلاث مراحل من التجارب السريرية المرحلة الأولى تستغرق نحو عام واحد والثانية نحو عامين أما المرحلة الثالثة فتحتاج حوالي ثلاثة أعوام ويصبح الدواء متاحاً للأطباء وفي الصيدليات بعد الموافقة النهائية وهنا تواصل شركة الأدوية التبليغ عن التفاعلات السلبية في مرحلة ما بعد التصويق تعتمد هذه الألية في الظروف العادية لكن هناك ما تعرف بالاختراقات الدوائية ويعني ذلك تسريع عملية الاختبار للموافقة على دواء معين بدأت هذه العملية عام 2012 والهدف منها تسريع الموافقة على أدوية الأمراض الخطيرة شرط وجود أدلة مبدئية على أنها أفضل من خيارات العلاج المتاحة